بسم الله الرحمن الرحيم نستأنف مع طلبة المرحلة التنبيدية للأدادية الطبية هذه المحاضرات في منهج الكيميا العامة CH1001 هذه المحاضرة السادسة عشر إن شاء الله ستتناول تعريف الأحماض والقلويات بضوء المفاهيم أرهينيوس وبرونيست التوري وليوس أول هذه الشرايح قبل الشروع في شرح محتويات هذه المحاضرة نود أن ننفذ انتباه للطلاب أن تفاصيل أكثر بهذه المحاضرة سوف تجدونها في محتويات الباب الخامس عشر من كتاب جمس برادي لأشرنا إليه كأحد المراجع الرئيسية لموضوعات هذا المقرر في صفحة 640 نبدأ أولاً حديثنا عن الأحماض والقلويات يقودنا إلى بعض التعريفات المهمة للمحاليل أو خواصف الخواصف حقيقة للمحاليل فتنقص من المحاليل إلى محاليل موصلة للكهرباء ومحاليل نفس موصلة للكهرباء ومحاليل عديمة التوصيل للكهرباء مثل المحاليل الموصلة للكهرباء لابد أن يكون تركيبها الداخلي مساعد على التأين أي وجود أيونات موجبة وأيونات سالبة هذه الجسيمات هي من شأنها نقل الشحنات الكهربية داخل المحلول وبالتالي تمام محاليل موصلة للكهرباء فإذا تنقص من المحاليل من حيث تصيرها للتيار الكهرباء إلى محاليل موصلة للتيار الكهرباء والتي تتفكك إلى أيونات أي محلول يتفكك إلى أيونات موجبة وسالبة له قدرة على نقل هذه الشحنات داخل المحلول وبالتالي ننصفه بأنه هو موصل للتيار الكهرباء محاليل غير موصلة للتيار الكهرباء يعني أنها لا تتفكك إلى جزئات مثل النزيل على سبيل الميتان وبعض المواد الأخرى التي هي غير موصلة تعتبر عوازف أقسام المحاليل الموصلة محاليل جيدة لتتفصيل وهي التي تتفكك كلياً في الماء ومحاليل ضعيفة التوصيل والتي تتفكك جزئياً في الماء طبعاً في هذا الصدد نشير إلى أن المواد التي تتفكك كلياً في الماء هي تنزيل أحماض القوية والقلويات القوية المحاليل الضعيفة التي تتفكك جزئياً وبالتالي تصبح محاليل ضعيفة التوصيل للكهرباء في الماء والتي تتفكك بشكل جزئي في الماء مفهوم آخر نود الإشارة له قبل البدء في تفاصيل هذا المفاهيم أو شرح هذا المفاهيم اللي هو الفرق بين التفكك والتأيوم التفكك هو تحول المركب لما نلاحظه الآن من أمامنا هو تحول المركب الأيوني إلى أيونات في الماء مثال NACL في الماء يتفكك إلى أيونات صوديو موجبة وأيونات كلور سالبة هذا المركب متحد بالرابطة الأيونية نسموه مركب أيوني العملية نسموها dissociation أي تفكك التأيون هو تحول المركب غير الأيوني تساهمي زي حمض الـ HCL لما نحطوه في الماء يتأين إلى أيونات موجبة كذلك وإلى أيونات سالبة هو زي ما يحدث الحقيقة للـ NACL غير الرابطة هي اللي تحدد ما إذا كان نوع التفاعل أو نوع التحلل اللي يصير لهذه الملحة هذا نوع تفكك هذا نسموه تأيون يعني نحب أن نفرد بناتهم هذا الماء اللي هو بين dissociation والـ ionization قبل ما نبدو في تعريف الأحماض حسب المفاهيم اللي يحكيها لها للعلماء اللي ذكرناهم أولاً نحب أن نعرفه الأحماض شن هو الحمض؟ تعريف الحمض حسب خوصة هي مواد تعطي عند تأيينها في الماء بروتونات مائية هيدروجينة أو H3O أمثل على الأحماض حمض الكلور اللي هو حمض الهيدروكلوريك الـ HCL حمض الخل اللي هو الأساتيك أساتيك أساتيه حمض تغير لون تباع أو عباد الشمس الأزرق إلى اللون الأحمر إذا أوضيفت للخارسين يتصاعد غاز الهيدروجين هذه بالثفة أمة اللي هي الأحماض أو بعض من الخصائص الحقيقية لازم تقولون هذه الخصائص القواعد بعض اسمها القواعد وبعض اسمها القلويات الـ 20 سواء يعني زي ما نقوله مثلاً الكلين أو نقوله بيزس بيزس القواعد نستطيع تعريفها على أنها مواد تعطي عند تفككها في الماء أيونات الهيدروكسيل أو الهيدروكسيد الاثنين صح في البعض يسمها الهيدروكسيد أو البعض يسمها الهيدروكسيل اللي هي OH بالسلم لاحظة الحمض كان يعطي فيه هيدروجين بالموجب وهنين يعطي هضايا OH بالسلم الاثنين هدو ماء اللي هم مكونات الماء الهيدروجين الموجب والOH بالسلم إذن التعريفات كلها لها علاقة حقيقة أو لها علاقة بالماء أمثلة على القواعد هيدروكسيد السوديو N-A-OH هيدروكسيد البوتاسي كي أوهش بشكل عام تدوب في الماء وتتفكك إلى أيونات وتعطي أيونات الهيدروكسيد اللي هي OH بالسلم تحول لون ورقة عباد الشمس أو تباع الشمس الأحمر إلى اللون الأزرق ملمسه صابوني ومداقه مر أول من عرف الحمود الحقيقة من العلماء وهو أرهينيوس عرفت الحمود وفق نظرية أرهينيوس على أنها مواد كيميائية تتفكك في المحليل تتفكك معناها اللي حكينا عليها في التعريف السابق أنها مركبات هتكون أيونية تتفكك في المحليل المائية فتزيد من تركيز أيونات الهيدروكسيد أما القواعد فعرفت على أنها مواد كيميائية تتفكك أو تتعين في المحليل المائية فتزيد من تركيز أيونات الهيدروكسيد OH السالب فيه إذن المادة اللي تعطي أيون الهيدروكسيد الموجب نسموها حمد والمادة اللي تعطي OH سالب في إثناء تفككها نسموها قاعدة أو قلوي هذا التعريف أرهينيوس لكن هذا التعريف واجه نقد في أن بعض المواد لها الصفة الحمدية ولا تعطي أيونات الهيدروكسيد ولا تعطي أيونات الهيدروكسيد إذن هذه الصفة سببت قصور في نظرية أرهينيوس يعني مثلاً في بعض المركبات لها صفة الحمدية ولكنها لا تعطي أيونات الهيدروكين أو صفة القلوية أو حاجة زي الأمونيا مثلاً على سبيل المثال ما فيهاش جاء بعد أرهينيوس عالمين واحد ديني ماركي اللي هو نظرية برونستر لور هي نظرية بتفاعل الحمود مع القواعد اقترحها كل من العالمين الدين الماركي يوهانس نيكولس برونستر والإنجليزي توماس مارتين ليوري الأثنين فتسمى النظرية ليوري تعريف حمود ليوري أو تعريف أرهينيوس للسابق ذكره على حد عام 1923 المفهوم الأساسي لهذه النظرية هو أنه عند تفاعل حمود مع قاعدة فإن الحمود يكون قاعدة مرافقة أو قرينة بينما تكون القاعدة بينما تكون القاعدة حمداً مرافقاً من خلال تبادل بروتون أيونات الهيدروكين الموجبة أو الـ H+. وبذلك تمثل هذه النظرية تعميماً لنظرية أرهينيوس إذن مفهوم ليوري وبرونستر يختلف عليه مفهوم أرهينيوس أرهينيوس عرف الحمود في ضوء أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيل فقال الحمود هو المادة اللي تعطي أيونات الهيدروجين والقاعدة هي اللي تعطي أيونات الهيدروكسيل لا ليوري وبرونستر عرفوا الحمود على أن الحمود هو المادة اللي تكون قاعدة قرينة والقاعدة هي اللي تكون حمد قريم إذن دخلنا فيه مفهوم آخر أن الحمد يستطيع أن يكون قاعدة قرينا والقاعدة تستطيع أن تكون حمد قريم مثلا لما نشوفه مثلا HA رمز لحمد مع قاعدة مثلا المية في هذا التفاعل هذا تعثب القاعدة طبعا هيحد التفاعل ما بين الحمد وما بين الماء يبقى الحمد بيعطي هيدروجين ويمشي إلى المية فيكون عندنا H3O كون الحمد الحمد هذا اللي هو HA كون قاعدة قرينا اللي هي الأي بالسالبة والقاعدة كونت حمد قريم إذن وفق المفهوم بتاع برونس تلوري نعتبره HA وهو حمد والH2O تعتبر قاعدة شمي قال هنا قال أن الحمد يعطي بروتون ويكون قاعدة قرينا وفق تعريف برونس كنت هو الآن اللي هو وريد أن الحمد بيعطي بروتون بيتبرع بيعطي بروتون في التفاعل بيطلع منه اله بلس بيجي للقاعدة القاعدة اللي هو البيزرية تكتسب البروتون وتكون الحمد القريم اللي هو NH3 يتكون عندنا NH4 إذن نظرية بروتونس اللي هو وريد تعتمد على انتقال البروتون البروتونات أو من المادة إلى أخرى المادة اللي تعطي بروتون نسموها حمد والمادة اللي تأخذ بروتون نسموها قاعدة الآن نرجع لنظرية أرهينيس هو المادة الحمد حسب نظرية أرهينيس يقول هو المادة التي تزيد وتركيز أيونات الهيدروجين في الماء نحن عندنا زي ما نقوله أوريلي مية موجودة H2O متأينة إلى أيونات هيدروجين وأيونات هيدروسين جزء من جزئات الماء قد لا يتأين إذن المية لما نخبر مية موجود فيها أيونات هيدروجين موجود فيها أيونات الهيدروجين موجودات فيها أيونات متحدة مع بعض مكونة جزئات الماء لما نحطه حمض في داخل الماء هذا الحمض يتأين إلى أيونات الهيدروجين وأيونات الكلور ما الذي يحدث لأيونات هي أصلا عندنا أيونات هيدروجين في الماء وتأين الحمض زاد من تركيز أيونات الهيدروجين إذن وفق هذا المفهوم يصبح الـ HCL لمادة حمضية إذن أما القاعدة فهي بنفس الحال عندنا الـ H2O متعينة إلى هيدروجين موجود وأوه السلب حطينا في الـ N, A و H في داخل الماء فأعطى تحلل إلى صودي موجب وأوه بالسلب شن يدار هني المادة هلي شن دارت دارت إن هي زادت تركيز أيونات الهيدروجين إذن المادة اللي تزيد تركيز أيونات الهيدروجين نطلق عليها قاعدة والمادة اللي بتزيد تركيز أيونات الهيدروجين نطلق عليها حمض خلي نشوفه إذن الحمض هو المادة التي تعطي بروتون ويكون قاعدة قرينة مثل هذا هذا الحمض ضعيف HF وهو الهيدروجين يعطي هيدروجين أو بروتون ويعطي قاعدة قرينة إذن هذا الحمض بيكون قاعدة قرينة H2SO4 بيعطي هيدروجين موجب ويكون HSO4 بالسالب اللي هي قاعدة القرينة إذن هذه الاثنين نسموهم قاعدة قرينة لأحماض بدأت بالتفاعل اللي هو الحمض الهيدروفلوريك وحمض الكابريتيك وهذا طبعا البروتون الناتج من تفكك الحمض أو تعينه وهذا لماذا سميه طبعا السؤال اللي يطرح نفسها لماذا سميه بروتون طبعا لأنه صرت الهيدروجين فيها إلكترون واحد وبروتون واحد ونيترون واحد فعندما تفقد الإلكترون فقدرنا معاشكم فيها الأجسام السالبة فيوعد للبروتون بس لذلك يسموه طبعا الـ H بلس هذه الحقيقة الشريحة تبين بعض الأحماض العديد والعديد من الأحماض اللي هي من تستخدم في المعامل وستخدم في الصناعة يعني كثيرة الـ H2SO4 اللي يكون الـ HSO4 والنيترون القاعدة القانينة اللي هو NO3 وهكذا حتى بعض الأمونيا مثلا على سبيل المثال الـ NH3 اللي هي تكون الـ NH2 منس والعديد من المركبات اللي يتكون طواعد قريرة إذن نرجع اللخص اللي تكلم عليه قبل إذن تعريف أرهينيوس أعرف الحمض والقاعدة أو القلوي في ظوء مفهوم الأيون الهيدروجين وأيون الهيدروكسين فقال الحمض هو المادة اللي تعطي أيون الهيدروجين والقاعدة هي المادة اللي تعطي أيون الهيدروكسين جاء لوري وبرونستد داروا نظرية قالوا أن الحمض هو المادة اللي بتتبرع ببروتون والقاعدة هي المادة التي تأخذ هذا البروتون إذن في ظوء المفاهيم منتع البروتونات إذن المادة اللي تعطي بروتون هي حمد والمادة اللي تأخذ البروتون هي قاعدة جاء آخر اللي هو لويس أعطى تعريف آخر مختلف تماما على التعريفين السابقين وعرف الحمد والقاعدة في ضوء مفهوم الإلكترونات الفقد والاكتساب للإلكترونات فقال أن الحمد هو المادة التي تأخذ إلكترون تأخذ جوز من الإلكترونات والقاعدة هي المادة التي تتبرع بالإلكترونات عكس المفهوم الأول لليوري وبرونستد في ضوء المفاهيم من تعلب بروتون ليوري قال أن الحمد هو المادة التي تعطي بروتون هنا الليويس قال هو المادة التي تأخذ بروتون وهكذا القاعدة هي المادة التي تعطي الجوز من الإلكترونات والحمد هو المادة التي تأخذ جوز من الإلكترونات أما القاعدة فهي المادة التي تفقد زوج من الإلكترونات الآن أصبح عندنا كأننا عندنا ثلاثة تعريفات تعريف أركينيوس، تعريف ليوريو بريسل وتعريف اليوس واحد عرف في الهيدروجين والهيدروكسين، واحد عرف في ضوء فقد واكتساب البروتونات واحد عرف في ضوء فقد واكتساب الإلكترونات مزلنا الحقيقة في لتعريف ليوريوس إذن هنا طبعا هذا الحمض حسب تعريف ليوريوس يكتسب زوج من الإلكترونات إذن هو حمض وهذه القاعدة، فنأخذ القاعدة هي لو لا مثلا الأمونيا فها زوج من الإلكترونات هذه الإلكترونات ياخذها تارت الفلوريد البورون ويكون معها طبعا رابطة بيكون رابطة تناسقية فهذه الرابطة بتعطي كان المركبين لها دوم الاثنين بيتحدوا مع بعض في مركب ثالث يصير فيه عملية فقد الإلكترونات من الأمونيا فنسموها طبعا قاعدة ويصير فيه اكتساب الإلكترونات لثالث فلوريد البورون ونسموه طبعا حمض هذا حمض ليوس وهدايا قاعدة ليوس نحطه الآن هذه الشريحة لتبيننا الفارق ملخص طبعا لنظرياته ثلاثة للحماض والقوعل زي ما حكينا لنظرية أرهينيوس تعريف الحمض قال منتج للهايدروجين أو منتج آسف مش للهايدروجين لأيون المنتج للبروتون اللي هو الهايدرونيون البرونست الدولوري قال مانح للبروتون في ليوس يستقبل زوج من الإلكترونات هذا بالنسبة للحمض منتج للبروتون مانح للبروتون يستقبل زوج من الإلكترونات القاعدة عكسها طبعا بالنسبة للهايدروجين فأرهينيوس قصرها على أساس أنه هو منتج للأو إتش الحمض ومستقبل للبروتون ويمنح زوج من الإلكترونات هذه الفروق الحقيقة اللي هي الثلاثة ما بين هذه المنظريات الثلاثة لأرهينيوس وبرونست ولوري وليوس نأتي إلى مفهوم آخر تحرف نطول الحمض شو هو على حسب المفاهيم لأزلبها العلمات السابقين تعريف لولا فنجو لحاجة في الحمض من خواصة أنه يصنف الحمض على أن إما أن يكون حمض قوي وإما أن يكون حمض ضعيف ما نتقلمش على التركيز في حمض مركز وحمض مخفف هذا كشيء تاني آخر مختلف تمام الاختلاف التركيز والتخفيف على أدد المولاة اللي موجودة في المحلول على كليه يعني مفهوم آخر ممكن يكون حمض ضعيف مركز ممكن يكون الحمض قوي مركز أو مخفف أو حاجة من التخفيف والتركيز مليهاش علاقة الحقيقة بقوة الحمض وضعفه الحمض القوي أو strong acid يتميز بأنه يتفكك كلياً في الماء الحمض القوي كيف نفسره كيف نتعرف عليه نقوله أن الحمض القوي يتفكك كلياً HCL يندتر يختفي أي كل التي يتحول إلى أيونات الهايدروجين الموجبة وأيونات الكلور السريبة هذه الصفة متاع الحمض القوي يكاد التفاعل ألا يكون أكسياً مهيش تفاعل أكسياً الحقيقة التفاعل ماشي في اتجاه واحد اتجاه التفكك متاع الـ HCL في اتجاه تكون البروتون وتكون الكلور تركيز أيون الهايدروني يساوي تركيز الحمض الأصلي حتى في حل البسائل سهل جداً لما يبهي مثلاً الـ BH ولا مثلاً الـ POH سنشوفه في محاضرة قادمة يبقى سهل جداً أن ناخده تركيز الحمض الذي تخنى به هو نفسه تركيز أيون الهايدروجين أو أيون الهايدروجين ومنتم العملية الحسابية من وفق هذا المفهوم إذن هذه الخصائص للحمض القوي أو strong acid ناخده ميتان مثلاً نحن اتكرنا في السابق اللي هو الـ HCL حيتأين إلى أيونات الهايدروجين الموجبة وآيونات الكلور السالبة ليس للحمض القوي تابت اتزان طبعاً نحن دائماً في أي حمض وإلا قاعدة حيث خصوصاً للقواعد والأحماض الضعيفة الحقيقة حيكون لها تابت اتزان شن هو تابت الاتزان هو حاصل ضرب تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات تركيز النواتج اللي هو طبعاً نديره جوسيكي باش نعرف أن هذا زي ما ذاكرين هنا فإذا تركيز النواتج نلاحظه هالي تركيز النواتج اللي هو هذا الهايدروجين الموجب مطروب في المتفاعلات مقصوم عليه التركيز المتفاعلات احنا قلنا احنا ليس للحمض القوي ثابت اتزان هذا الكسر هذا مقامة بسطة تركيز بسطة تركيز النواتج ومقامة تركيز المتفاعلات هذا الكسر نسموه ثابت الاتزان ثابت الاتزان ليس للحمض القوي ثابت اتزان لأن تركيز المقام سوف يكون سفر ما عاش عندنا ما حكينا بك لي أنه الحمض يتأين بالكامل يعني لا وجود الاتزان مع الشي ما كل المعلوم يتعول إلى هيدروجين موجب وإلى كلور سالب إذا ليس للحمض القوي ثابت اتزان لأن تركيز المقام سوف يكون صفر وتصبح القيمة رياضيا غير معرفة زي ما نلاحظ هنا الآن تركيز الهيدروجين مضروم في تركيز الكلور مقصوم على تركيز الـHCL لأن ما عندناش HCL خلاص انتهي بالكامل اندتر كله تحول إلى آيونات الهيدروجين وإيونات الكلور في تركيز بتاعها حيساوي سفر أي قيمة رياضيا مقصوم على سفر هي ما لنهاية إذا ما عندناش تابت اتزان يحتوي يحتوي الوعاء الذي به الحمد على ثلاثة مكونات يعني لما ناخد الـHCL ونحطه في المية في وعاء يصبح الوعاء يحتوي على ثلاثة مكونات شنه المكونات التلفارية هذا اللي هو آيون الهيدروجين وآيون الكلور والماء اللي موجود في آيون الهيدروجين وآيون الكلور هذو هما ثلاثة مكونات فقط لا وجود الـHCL إذن كيف حد يسأل كيف ينفرق ما بين الحمد القوي والحمد الضعيف أول حاجة أن الحمد القوي ليس له تابت اتزان هذه واحدة من الفوارق اللي موجودة ما بين الحمد القوي والحمد الضعيف وأهمها طبعا أن الحمد القوي يتأين بالكامل لأن الحمد القوي يتأين بالكامل في الماء نجو طبعا نزلنا مع الحمد القوي ثلاثة مكونات فقط موجودة بالوعاء خذنا الـHCL حتى ناكي داخل هالوعاء اللي هو يحتوي عليه الماء هذا المكون الأول حيث احدثنا عملية تفكك أو تأين إلى أيونات الكلور السالبة وإيونات الهيدروجين إذن المكونات اللي موجودة في الإناء هدايا ثلاثة فقط اللي هي الماء اللي موجود فيه الأيونات الكلور وأيونات الهيدروجين وأيونات الكلور والهيدروجين إذن ثلاثة مكونات واحد اثنين وثلاثة هدايا اللي هو الحمد القوي الحمد الضعيف أو ويك أسد الحمد الضعيف يتفكك جزئيا في الماء إذن لما ناخد عشرة مول مثلا من الحامض يتفكك منهم خمسة نقوله مثلا أو ثمانية ريوعلوا اثنين لا يمكن للحمض الضعيف أن يتفكك بالكامل وإلا كنا نصمناه الحمض قوي لكن يتفكك جزئيا ممكن جزئيا هذا على حسب قوة الحمض على حسب خصائصة على حسب مواصفاته فممكن يتأين بشكل كبير وممكن يتأين بشكل ضعيف وهكذا الحمض الضعيف يتفكك جزئيا في الماء التفاعل يكون عكسيا نشير في المعادلة متع التفاعل بسهمين واحد في الاتجاه من اليسار إلى اليمين واحد في الاتجاه من اليمين إلى اليسار إذن لما نلقو معادلة فها سهمين مختلفين الاتجاه معناها أن التفاعل يكون ممكن يكون عكسي يمشي من اليسار إلى اليمين أو ممكن يمشي من اليمين إلى اليسار المتفاعلات تتحول إلى لواتج وممكن النواتج تتحد مع بعض وترجع مرة ثانية تبدأ كأنها متفاعلات وتكون نواتج لديه قيمة لتابة الاتزان إذن هنا عندنا قيمة لتابة الاتزان تشوفوا الشريحة هنا بعد إذن الحمض الضعيف موجود بالإناء الموجود في الحمض الضعيف يحتوي على أربع مكونات وليس مثل الحمض القوي الحمض القوي فيه تلافة مكونات هنا أربع مكونات شن زاد على الحمض الضعيف زاد الحمض الذي لم يتأين جزء من الحمض لم يتأين يعني لو اخذنا حمض الأسيتيك CH3COH حيتأين إلى مجموعة أسيتات ويتأين إلى هيدروجين إذن عندنا الآن مكون 2 والماء اللي هو موجود والباقية الجزئات أو مولات الحمض الذي لم يتأين حقيقة تدخل في الحساب ويصبح عندنا عدد المكونات الموجودة بالإناء 4 CH3COH هي واحدة اللي هو الحمض اللي يتأين والماء اللي موجود فيها المكونات والهيدروجين ومجموعة الأسيتات نجو لمثال مثلا الـ HF رغم أنه هو طبعا الفلور هذا يعني حتى في الجدول الدوري مع الكلور ولكن طبعا يختلف في اتحاده مع الهيدروجين بالرابط التساهمية ويكون معه حمض ضعيف أي أنه يتأين جزئيا في الماء الـ HF لما يتأين حيعطي أيونات الهيدروجين الموجبة ويونات الفلور السالبة زي ما شفنا الـ HCL في الحمض القوي الحمض الضعيف له تابت اتزان لأن تركيز المقام سوف تكون له قيمة وهي التركيز المتبقي من الحمض الذي لم يتأين ويسمى الـ K-A إذن لما نديره تابت الاتزان هي عبارة عن تركيز النواتج اللي هو الـ H بلس والـ F مقسومة على الـ HF هنا يفترض أنه يكون فيه سهم حتى في الاتجاه هدايا اللي احتنا عليه في الواحد موجود الآن لكن السهم يدل على أن التفاعل يمكن يمشي من اللي يصار لليمين أو من اللي يمين للي يصار يعني ناقل سهم من اللي يمين للي يصار إذن هذه التركيز النواتج على تركيز المتفاعلات تساوي الـ K-A اللي هو تابت الاتزان وتابت الاتزان هذا الحقيقة ليه العديد من الفوائد يعني يبيننا ما إذا كان التفاعل ماشي من اللي يصار لليمين أو من اللي يمين للي صار على حسب القيمة انتاء الكسر هدايا فإذا كان أكبر من واحد مثلا على سبيل المثال يعني قيمة واحد أو اثنين أو ثلاثة مع أن هذا جبريا أن البسط أكبر من المقام معناها أن التفاعل ماشي من اللي يصار لليمين لكن إذا كان القيمة صغيرة جدا معناه هذا أن المقام هو اللي أكبر إذن ماشي للتفاعل في الاتجاه العكسي على العمو هنا في هذا التفاعل يبهن أن الـ K-A يساوي 7.2 في عشرة أسناقس أربعة إذن كان هذه فاصلة سفر 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 بعث هذه سبعة كثير من الأحماض من القلويات أو الأحماض الأحماض أسف اللي هي الليتيوم هيدروكسايد صوديوم هيدروكسايد هذه مكونات الحقيقة خالطة بين الأحماض القوية والقلويات القوية خلينا نشوفوا يحتوي الوعاء الذي به الحمض الضعيف على أربع مكونات هي أيونات الحيدروجين الموجبة وآيونات الفلور السالبة ومكونات الماء والحمض المتبقي والذي لم يتأين إذن أربع مكونات ستكون في داخل الإناء اللي يحتوي على لما حطينا الـ HF في الماء مثال على قوة الحمض والقاعدة حمض الخل يعتبر هذا الحمض ضعيف في الماء لأن القاعدة المساعدة ليس لديها القابلية لتقبل البروتون هنا الحقيقة وهي الشريحة هذه بتبين أن المذيب هو اللي ليه علاقة في أحيان كثيرة يكون ليه علاقة في أن يخلي الحمض قوي أو القاعدة قوية أو القاعدة قوية أو ضعيفة يعني هذا مثلا حمض الخل لـ CH3 حيتأين إلى هيدرونيوم آيون أو أيون الهيدرونيوم زي مجموعة الأسيتات C-H3-C-O-O بالسالف H3-O طبعاً للمية هارية اللي هو جهة الهيدروجين هدايا فجمع المية كون H3-O وكون مجموعة الأسيتات يعتبر هذا الحمض قوي في النشادر لأن النشادر قوي ولدي قابلية كبيرة لتقبل البروتون حسب التعريفات اللي تكلمنا عليها السابق طبعاً برونستد ولوري في أمتلة يعني لو خلينا مثلاً بعض الأمتلة فنجدوا مثلاً الحمض اللي هو الحمض القاعدة NH3 الحمض المقترن أو القريل لها اللي هو NH4 قلناibilities القاعدة هي المادة اللي بتكون حمض قرين NH4 هذا هو الحمض القرين للacaktادي للن H3 والحمض ال-HCl أو البرقلوريك أسة عليه عند قاعدة قرينة اللي هي المجموعة البرقلوريك ال-Cl أو فور بالسالب ال-X-Cl القاعدة متاعه ال-X-Cl اللي هو الحمض ال-HCl والقاعدة اللي هي Cl الحمض ال-H-S والقاعدة المختارنة منها اللي هو مجموعة الكباريتات التنائية سالب 2 أو سالب 3 إذا أخذينا مثال خنجوفه السؤال هذا يقول أي المواد التالية تعمل كأحماض وقواعده 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 وأحماض وقواعد لويس التعريفات الثلاثة عندنا أربع مواد متشوفه هالمواد هل هي أحماض أو قواعده وقواعده أو قواعد لويس أو قواعد أو أحماض أرهينيس نجو للأول اللي هو الكلور الجواب طبعا هنا أيون الكلوري هذا هو هذا الأول قاعدة لأنه يمين لإكتساب بروتون هو الشحن المتاعه بالسالب إذن هو يمين إلى إكتساب بروتون الشي نقول نحن على حسب المادة اللي تكتسب بروتون هو قاعدة حسب تعريف برونستيد وليوري المركب الثاني اللي هو حمض الكربون H2CO3 حمض الكربون طبعا حمض على حسب تعريف أرهينيس علاش لأنه بيعطي أيونات الحيدروجين وكذلك أيونات البيكربونات HCO3 يعتبر حمض أيضا لأنه يمين بقوة إلى فقد البروتون بيصبح أيون الكربونات يعني هذا بتحول H2CO3 تحول إلى HCO3 مجموعة البيكربونات ومجموعة البيكربونات هل هي نفسها بيتتأين بيزيد تلحل باشتعطي بروتون بتعطي مجموعة CO3 سالب 2 إذن هي هتكون وفق هذا المفهوم مواد حمضية أيونا نحاز زي ما نلاحظه اللي هو CO2 معناها عكس اللي هو الكلور اللي هو عنده سالب وهنا هذا موجب 2 يعني مدام هو موجب 2 هو يمين إلى اكتساب زوج من الإلكترونات إذن حسب تعريف نظرية لويس فهو حامض لأن الحامض هو المادة اللي تكتسب الإلكترون والقاعدة هي المادة اللي بتتبرع بالإلكترونات الماء هنا الحقيقة يمكن أن يكون حمض ويمكن أن يكون قاعدة فيسموه جزي انفوتوري أو جزي متردد ما ذكرناه عن الحمض القوي ينتبغ على القاعدة القوية يعني حقيقة كل الأمت اللي تكلمنا عنها كلها جيف الأحماض هي نفسها نفس اللي تكلمنا عليه في الخصائص منتع الأحماض وطرق تفككها اللي ذكرناه على الأحماض هو على الحمض القوي ينتبغ على القاعدة القوية وما ذكرناه على الحمض الضعيف ينتبغ على القاعدة الضعيفة الحقيقة اختصاراً للوقت حبينا أن نحن ناخد المثال على الأحماض ونطبقوا هذه سوى كان كان حمض قوي نجد نطبقوا على القاعدة القوية وإذا كان أخذنا الحمض الضعيف نطبقوا القصائص أو المفاهيم اللي قلناها على الحمض الضعيف هي نفسها المفاهيم اللي موجودة في القاعدة الضعيف خدناها في صورة الحمض الضعيف الحمض القوي والقلوي الضعيف أو القلوي القوي القاعدة يعني باختصار ممكن لربما نختصره بالنسبة للقاعدة القوية والقلوي القوي نقول أن في القاعدة القوية زي ما كنا بالنسبة للقلوي الحمض القوي تتفكت كلياً في الماء القاعدة القوية تتفكت كلياً في الماء معناه ما يبعد منها شيء لما نحطها في الماء تتفكت إلى مكوناتها زي ما نقول NAOH يتكون عنه NA بالموجب والOH بالسل معاش فيه NAOH متحد مع بعض يكاد التفاعل ألا يكون عكسيا يعني إلا تركيز أيون الهيدروكسيد سوي تركيز القاعدة الأصلية القاعدة الضعيفة هي تتفكت جزئيا في المال ويكون فيها التفاعل العكسي ولديها قيمة لثابة الاتزاع إذن باش نفرد بين الحمض القوي والحمض الضعيف الحمض القوي ليس له تابة اتزاع والحمض الضعيف له تابة اتزاع إذن لما جينا مسألة فما يقول لنهش على الحمض ولا قوي يذكرنا أن هذا الحمض عنده تابة اتزاع على طول وإحنا أيونا مغمضات نعرف أن هذا الحمض ضعيف يعني يتفكت جزئيا في المال ليش لأنه عنده تابة اتزاع كذلك القاعدة إذا أعطانا تابة اتزاع لها لي الكي بي فإنها لابد أن تكون قاعدة ضعيفة وإذا لم تعطف قيمة لثابة الاتزاع نعرفها أنها قاعدة قوية إلى هنا ننتهي من هذه المحاضرة نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء في محاضرة قادمة إن شاء الله